بعد رصد تحركات مشبوهة وتحشيدات عسكرية لميليشيات خفتر في محيط بلدية زوار الكبرى والمناطق المجاورة لها مساء السبت على الفور تنادى أعيان وحكماء وعمداء البلديات والوحدات العسكرية بجبل نفوسة وزوارة وقرروا في اجتماع يحمل اسم ملتقى المدن الأمازيغية قرروا تشكيل غرفة عمليات عسكرية يجري تحريكها عند الضرورة لحماية المنطقة من الأحداث الجارية ملتقى المدن الأمازيغية وفي بيانهم الختامي قرر أيضا تشكيل وفد مشترك من البلديات الأمازيغية للتواصل مع الحكومات والجهات ذات العلاقة بما فيها البعثة الأممية وبلديات الجوار مطالبين في الوقت ذاته المجلس الرئاسي والبعثة الأممية بتحمل مسؤولياتهما تجاه الأحداث الجارية تنادت البلديات الأمازيغية وحكمائها وجيشها الوطني والقوى المساندة في جب النفوسة للوقوف جنبا إلى جنب مع مدينة زوارة والزاوية مع مدينتي الزاوية وزوارة وذلك ضد التهديدات والتحشيدات المستمرة لميليشيات الكرامة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة المجتمعون في الملتقى شددوا على أنهم دعاة سلم وليس دعاة حرب داعين جميع البلديات بالمنطقة الغربية في الساحل والجبل إلى احترام المواثيق والاتفاقيات السابقة لضمان المحافظة على التعايش السلمي بين المدن مؤكدين في الوقت نفسه استعدادهم للضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة السلم والأمن في مدينتي زوارة والزاوية وكافة مدن المنطقة الغربية عسكريا وأمام هذه التطورات الميدانية أعلنت غرفة العمليات المشتركة زوارة حالة النفير ورفع درجة الاستعداد والتأهب في بلدية زوارة الكبرى ومحيطها حيث قال عميد المجلس البلدي زوارة فرحات بوشواشر لقناة ليبيا الأحرار إن الأجهزة الأمنية بالمدينة رصدت مكالمات هاتفية بين عناصر تابعين لميليشيات حفتر تفيد باستعدادهم للقيام بعمليات عسكرية تستهدف المدينة ومحيطها خرقات علانية وأخرى في الخفاء من قبل ميليشيات حفتر دون أي اعتبار للمجتمع الدولي عام ومجلس الأمن خاصة تتزامن أيضا مع محدثات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بجناف ما يطرح تساؤلات عن فرص نجاح عمل هذه اللجنة وإمكانية تطبيق ما سيصل إليه المجتمعون على الأرض في ظل التحركات العسكرية التي يديرها حفتر في محيط العاصمة ترجمة نانسي قنقر